يلتقي رئيسان الأمريكي باراك أوباما والكوبي راول كاسرو هذا الجمعة في باناما في إطار قمة تاريخية للأمريكيتين تكرس التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا بعد 53 عاما من العداوة الشديدة وسبق هذا الحدث ليلة الخميس إلى الجمعة لقات تاريخي أيضا بين وزير الخارجي الأمريكي جون كيري ونظره الكوبي بورنو رودريغز الأول بين مسؤولين بهذا المستوى منذ 1958 ويسجل إعلان الانفراج بين عدوية الحرب الباردة حدثا تاريخيا يفتح الطريق لمفاوضات طويلة من أجل حل النقاط الخلافية العديدة الموروثة عن أكثر من نصف قرن من المواجهات ترجمة نانسي قنقر